أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الجهود التي تبزلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المنطقة بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصدرات المصرية وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة جذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين لمتابعة ملفات عمل الهيئة وشهد الاجتماع استعرض أبرز الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية وما حققته من أرباح تعكس الأنشطة والجهود التي تقوم بها بصورة مستمرة وذلك على رغم من الأثر السلبية لتطورات الإقليمية على إرادات المواني التابعة للهيئة